تعهدت عدة دول بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل كبير ووعدت بالوصول إلى مستوى صفر انبعاثات الكربون خلال السنوات القادمة ويأتي ذلك فيما قال مسؤول من الإدارة الأمريكية إن قرابة 90 دولة قد انضمت إلى مسعى قادته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في اتفاق يهدف لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية للتغير المناخي الميثان الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون عنصر كيميائي يتحلل في الغلاف الجوي بوتيرة أسرع ويمكن أن يؤدي خفض انبعاثه للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض من هنا تأتي أهمية مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ المنعقد في جلاسكو الذي يسعى من خلاله القادة للتوصل الاتفاق يهدف لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التغير المناخي وهو الميثان قرابة تسعين دولة انضمت إلى ما يسمى بالتعهد العالمي للميثان الذي قادته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة ثلاثين في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في عام 2020 مبادرة دولية من ضمن أهدفها تحقيق التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بخفض الانبعاثات المحلية إلى النصف وذلك بحلول عام 2030 والوصول إلى صاف انبعاثات صفرية من غاز الميثان بحلول منتصف القرن وقبل وقت قليل من عقد قمة المناخ أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي مرصداً جديداً لدفع العمل العالمي بشأن خفض انبعاثات الميثان ووفقاً للبرنامج الأممي فإن المرصدة سيضع التقارير العالمية عن انبعاثات الميثان بما يضمن الشفافية العامة بشأن الانبعاثات البشرية كما سيركز المرصد على الانبعاثات من قطاع الوقود الأحفوري ثم يتوسع ليشمل القطاعات الأخرى كالزراعة والنفايات ترجمة نانسي قنقر